تداول مغردون خبر نزول قيمة صرف الريال السعودي وحذروا من تداوله في هذه الآونة ويعتقد اقتصاديون أن السعودية تتمر بمرحلة صعبة في تاريخها جراء التكاليف الباهضة التي تنفقها الرياض على حروب الوكالة من جهة وحربها المباشرة على اليمن من جهة أخرى اتكلفت الحرب على اليمن لحد الآن أكثر من 700 مليار دولار بحسب فورم فوليسي المتخصصة في حين يدعي ولي العهد محمد بن سلمان أنه يحارب الفساد باعتقال عدد من الأمراء يبذخ ولي العهد الشاب على حياته الخاصة بطريقة غير مسبوقة الذي اشترى مؤخرا يختن فاخرا قيمته 550 مليون دولار فيما يعاني المواطنون في السعودية من زيارة الأسعار وضيق في الأمن والاقتصاد اشتركوا في القناة